نتكلم على جزئية تانية وزي ما بقولت ان احنا بنستعد بنستعد لطلاع الجيش كانت استعداد للمباراة النهائية دلوقتي انت شايف ممكن شكل الاستعداد لطلاع الجيش يتغير يعني كنا بنتكلم ان لأ ممكن يلعب الولاد الصغيرين ممكن الفكر يختلف شوية وتقولي برضو يا دكتور رؤيتك ايه للفترة اللي بعد كده ما انت الفترة اللي بعد كده مهمة جدا كمان عشان انت عندك اجندة دولية وعندك كمان ما عندكش دوري ممكن نشتغالها ازاي انا هقولك هو طبعا اولا ما اشتراق الجيش ده الناس ايه مقللة من اهميته شوية انه خلاص الاهل قدت دوري بقى لنا سألها الاهل قدت دوري وخلصت الديه ليلة كلها لكن ماتشي الاهل والجيش ده ممكن يدخل هذا الموسم بالنسبة للنادي الاهلي هو اعظم موسم في تاريخ الدوري منذ بدايته في موسم 48 سنة ايه وفي حالة ايه بقى؟ في حالة فوز الاهل على طرق الجيش الاهل بيلعب على اربع ارقام قياسية وحقق اوريدي السنة دي اوريدي حقق سبع ارقام قياسية لو حقق الاربع ارقام دول يبقى وصل الى حداشر رقم قياسي في سنة واحدة الموسم التاريخي اللي كان بتاع الاهلي 2017-2016-2017 اللي هو بتاع حسين البادري اللي خد فيه الدوري هذا الموسم الاهلي عمل فيه ست ارقام قياسية ولكن الموسم ده يضرب جميع الواسم يعني لو ان شاء الله في حالة الفوز هيبقى عندنا 11 رقم قياسي في السنة دي بس يحقق ايه بقى؟ ما انا حقوله املك ايه والناس برضو تعرف ارقام القياسية ده يعني يحقق ستة في ايه ولو ان شاء الله يوم السبت حققنا الفوز كمان فيه اربع او تلت ارقام قياسية اربع اشرح لنا كده الستة الاولانين حقولك الاول اللي هم اللي لو طلع على الجيش لو فاز على فريق طلع على الجيش نمرة واحد هيكون الفوز رقم 28 اعلى عدد من انتصارات في تاريخ الدول يعادل الرقم بتاع 2018 يبقى كده عمل رقم قياسي تاني معادل معادل وعادل رقم الشخصي نمرة اتنين ان الاهلي عدد نقاطه 86 لو فاز هيوصل 89 اعلى عدد من النقاط وصله فريق في تاريخ الدوري ايا كان عدد فرق الدوري في تاريخ الدوري كله في تاريخ الدوري 88 مسجل الاهلي يبقى الاهلي الفوز يرفعه 89 اعلى عدد من النقاط في التاريخ قادي اتنين نمرة تلاتة الاهلي مسجل 71 هدف واعلى عدد من الاهداف في تاريخ الدوري في موسم 71 دول تاني افضل رقم افضل افضل رقم كان كام 75 سنة كام 2018 75 75 هدف يبقى فاصل 4 اهداف الاهلي لو الاهلي على فكرة تعادل في الفترة دي تلاتة عدلات سلبية يعني لو كان جاب حتى فترة كل ما تشجول كان كان زمنه ضرب الرقم فلو جاب 4 اهداف يعادل الرقم لو جاب اكتر يبقى يكسر الرقم الحاجة بقى اللي هو الاهلي عملها من قبل كده ويؤكدها في هذه المباراة هو اكبر فارق اهداف في تاريخ الدوري الاهلي وصل ل بلاس 63 بلاس يعني زائد 63 اه يعني دع الفارق ما بين اللجوان اللي جات فيه 71 جاب وعليه تمانية يبقى زائد 63 اعلى فارق اهداف تحقق في تاريخ الدوري في موسيب 74 75 لما الاهلي ساعتها سجل 70 هدف وجمر ما تسعة يعني كان 59 هدف 59 هدف في الموسيب فانت ايه من 59 ل 63 يعني ضربت الرقم باربعة يعني عشان الرقم ده يطير يخسر في المباراة دي فكل الاحوال الاهلي ممكن يطور هذا الرقم وانك تضرب رقم قياسي صامد زائد 59 ده من سنة موسيب 74 75 تضربه مش هدف لا ده انت ضربه باربع اهداف وممكن تزي وزي انا باتفع معك يمكن كمان في مباراة تعادلنا فيها في مباراة يعني كنا احرزنا مثلا هدف حتى لو تطلع تعادل اتنين اتنين او حاجة ده كان حيوصلنا للرقم اللي احنا عايزينه يوم طلع على الجيش مزبوط وكمان ان مراسم كمان الاحتفال يعني اول من فترات طويلة ما شفناش الدوري برضو بيسلم على ارض الملع بالزبط الدرع الدرع دي دي يعني احنا ما شفناش من زمان كل مرة يقولك قصد درع بينظفوه وبيحط عشرة دياز بعتوها الوتيل ايوة دي لقطة كمان على فكرة بكرة جميلة جدا للعيبة والدهاز الفني